اشتركوا في القناة نصة حيوية للتعريف بالفرص الاستثمارية في البحرين والمنطقة وتعزيز مكانة مملكة البحرين كبيئة حاضنة الاستثمار مشيرا إلى الجهود التنظيمية الناجحة من الجهات المعنية ومنها مجلس التنمية الاقتصادية وما شهده المنتدى من مشاركة دولية واسعة واستعراض لمختلف الرؤى والأفكار والفرص المتاحة لاستثمار في مملكة البحرين والمنطقة والتعامل الأمثل مع التطورات الاقتصادية ثم هن المجلس كافة الأطباء البحرينيين ومنتسبي القطاع الصحي بمناسبة يوم الطبيب البحريني مشيدا بإسهامات أبناء الوطن من الأطباء في دعم أفاق التطوير في الخدمات الصحية والعلاجية بعدها عرب المجلس عن تعزيه لمملكة إسبانيا ملكا وحكومة وشعبا في ضحايا العواصف والفيضانات والأمطار الغزيرة التي اشتاحت جنوب إسبانيا وشرقها متمنيا للمصابين الشفاء العاجل موسيقى بعد ذلك وفق المجلس على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية حول مشاريع الأنظماء القوانين في مجالات الحجر البيطري والزراعي والبذور والتقاوي والشتلات والغذاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية حول مذكرتين تفاهم بين وزارة شؤون الشباب وقل من الوكالة الاتحادية لشؤون الشباب بروسيا الاتحادية ووزارة التعليم والرياضة والشباب بجمهورية قبرص مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ومؤسسات MPP للانضمام إلى برنامج مسرع الانتقال الصناعي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رجل الحكومة على اقتراح برغبة مقدمة من مجلس النوار ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في قمة مجموعة البريكس نتائج المشاركة في المنتج الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط نتائج المشاركة في احتفال جمعية البحرين في لندن بمناسبة مرور 59 عاما على تأسيسها نتائج المشاركة في المنتج الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية أهم مخرجات أسبوع الشجرة والتفاعل الإيجابي من قبل الجهاد والمواطنين في سياق دعم مبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياة الكربونية والتي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى وتفضل صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام نتائج المشاركة في المنتج العالمي للابتكار 2024 لاتحاد الدولي للاتصالات نتائج المشاركة في احتفال اتحاد المستشفيات العربية باليوبيل الفضي والذي حصدت البحرين خلاله جائزتين وهما حصول سعادة وزيرة الصحة على جائزة المرأة المتميزة في القطاع الصحي العربي وحصول المستشفيات الحكومية بمملكة البحرين على جائزة مبادرات سلامة المرضى الذهبية نتائج المشاركة في الاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية ونتائج ختام دورة الإلعاب المدرسية الدولية والتي استضافتها مملكة البحرين مؤخرا ونتائج المشاركة في الاجتماع الثلاث والخمسين للجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر